بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين حديثنا معكم عن بناء الشخصية في الإسلام وقد ذكرنا ما قاله الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه على ما رآه من والدي إن رأى الخير صار عليه وكما قال الإمام الغزالي الصبي أمانة عند والدي وقلبه الطاهر الذي لا يحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا كراهية ولا شرا جوهرة نفيسة إن عود الخير نشأ عليه وتربى عليه وتخلق بالخير وسعى في كل طريق في الخير وسعد في الدنيا والآخرة وإن عود الشر نشأ عليه وتربى عليه وشقي في الدنيا والآخرة وهناك نماذج طيبة لأطفال تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الإمام أبو حنيفة حفرة وقد أقبل طفل على هذه الحفرة وكاد أن يسقط فيها فوجه الرسالة لهذا الطفل المعلم قال له أيها الطفل إياك أن تسقط في هذه الحفرة وإذ بالطفل يقول يا إمام إياك أن تسقط أنت فإنني لو سقطت سقطت وحدي أما أنت لو سقطت سقطت معك الأمة الإمام الشيخ أحمد بن شرقاوي من علماء الأزهر الشريف يقول لولده أبو المعارف الشرقاوي عند ماء زمزم بعدما أعطاه كوبا من ماء زمزم قال له اشرب ثم وجه له سؤالا قال له ما نيتك عند الشرب فسكت الإمام أبو المعارف الشرقاوي تأدبا مع والده ليتعلم منه فقال له الإمام أحمد بن شرقاوي اشربه بسلاس نوايا حب شديد يحرق الأغيار حب شديد لربك يحرق الأغيار الملذات والشحوات حتى تنتصر على نفسك ثانيا بصيرة نافذة تكشف الأسرار بصيرة كما قال عنها العلماء نور يقزفه الله في قلب العبد اشرب ماء زمزم على هذه النية أن يمنحك الله البصيرة وهذا القلب الذي رزق البصيرة هو الذي يستفتى استفت قلبك هذا هو القلب الذي يستفتى الذي منحه الله البصيرة ثالثا قال له سير صحيح أي سير صحيح على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحبه الأنوار البراهين والأدلة التي تسبتك على الطريق الذي أنت فيه أن تفهم عن الله أن تعلم أنك على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالسير الصحيح على منهج النبي وإنما قال له لابد أن ترى علامة لابد أن ترى برهانا سير صحيح تصحبه الأنوار إذا أردت البناء فأسسه على سلاس كما يقول وهيب ابن الورد البناء إذا أردت أن تبني طفلا أو إنسانا أو أن تبني عقله وأصعب شيء أن تبني إنسانا فلو أنك قمت ببناء برج كبير ما تعبت كما تتعب عند بناء الإنسان إذا أردت البناء فأسسه على سلاس على النية أن تبدأ حياتك بالنية أن تحدد هدفك وأن تحدد نيتك وعلى الورع أن تتحرى الحلال من الحرام وعلى الزهد أن تزهد فيما في أيدي الناس أن تبتعد عن الطمع وعن الحرص إذا أردت أن تبني طفلك فأسسه على هذه الثلاث النية تحديد الهدف الورع أن يتحرى الحلال والحرام الزهد أن يزهد فيما في أيدي الناس فإذا أسست البناء على هذه الثلاث نجح البناء وهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اغرس كل جمال في نفسية طفلك اغرس فيه المعاني والقيم النبيلة واطلب من الله سبحانه أن يحفظ أبناءك لك فإن الله قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اللهم احفظنا أبناءنا وشبابنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة